مشروع ضخم للتمكن من الاقتصاد في تكلفة إنتاج الفوسفات والتحويله والمحافظة على المائدة المائية وصف المشروع المنتمج للنقل الهيدروليكي للفوسفات اليوم تم إبرام اتفاقية بين شركة فوسفات قفسة والمؤسسة الدولية لتمويل التابعة لمجموعة البنك الدولي تتولى هذه الأخيرة بمقتضاها إنجاز دراسته الفنية والمشروع المقدرة تكلفته بـ 1200 مليون دينار تضمن ثلاث مكونات شبكة لتحضير ودخل فوسفات عبر قنوات إلى مواقع التحويل بسخيرة وجابس وأيضا تحليط المياه والتخصيص المياه الجوفية الموجودة للقطاع الفلاحي كما ذكرت سيد الوزير بش يمكن من تنويع القاعدة الاقتصادية في مستوى جهة قفسة وبالتالي تخفيف الضغط على طلب الشغل من شركة فوسفات قفسة هام ثاني اللي هو جانب البيئي كل مكونات النقل والضخ والإنتاج بش يكون باستعمال الطاقات النظيفة والطاقات الجديدة وهذا بش يكون كذلك في إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص المشروع ينصار في إطار ما سمها وزر الاقتصاد والتخطيص من سعيد بالمردودية الثلاثية المعتمدة ضمن المخطط التنموي 2023-2025 المردودية المالية هذه مش نتأكد منه بالدراسة اللي مش تقوم بيها لسه فيه مش شوفوا دراسة تقنية واقتصادية كي نكون عن أفضل خيارات لهذا المشروع المندمج المردودية البيئية احنا المادة المائية نحتاج لها للتنمية للمنطقة لمنطقة لمنطقة قفصة وخاصة الجانب الفلاحي وبالتالي المشروع التحليط المياه اللي مش يتم مدمج في هذا المشروع يمكننا من تلبية كل احتياجات المستقبلية لشركة فوسفان قفصة وتخصيص هذه المياه للتنمية الفلاحية والجهوية المردودية الاجتماعية تمكننا من استدامة الشركة وإمكانية توظيف إضافية لأهالي المنطقة ونحن كشركة الـ IFC مستعدين ننظر مع الـ CPG ومع الوزارات المختصة لنشوف شو الإشياء اللي القطاع الخاص فيه يعملها ليأمن خدمات للمعمل لحتى الكل ينتفع ضروري أنه الكل بالمنطقة يستفيدوا من الفوسفات اللي موجود بأراضيهم بس بطريقة دايمة ويتنازل المشروع ضمن أهداف كبرى رسمت لقطاع الفوسفات وهي دعم الانتاج واستغلال كل طاقات الوحدات وصينة المعدات فيها وكذلك توفير استثمارات جديدة منها في معامل جديدة لصناعة الأسمد الكيميائية وهذا فاتجاه استعادة نسق إنتاج عال وتجاوز تعاطل خلال السنوات الماضية الاستثمارات تم إقرارها في مجلس الأمن القومي انطلقنا في الصفقات المتعلقة باقتناء المعدات الصفقات الصيانة بقين ننفذوا فيها وإن شاء الله تكون ثم مغاسل جديدة يكون ثم ديزانجاند الكاريير إن شاء الله ابتداء من شهر سبتمبر حتى شهر فيفري القسطة الأول المتعام بشوصل ويكون الانطلاق في معامل جديدة موجودة في الصخيرة لإنتاج الأسمد الكيميائية وحجم العمل المطلوب لم يمنع خلال ستة أشهر الماضية وحسب مدير عام شركة فصفات قفسة من ارتفاع صادرات الفصفات ومشتقاته بالدينار التونسي بستة بالمئة برغم انخفاض معدل أسعار الأسم أربعين بالمئة والمأمول على أرضية المتغيرات العالمية المتصلة بعدم تجديد اتفاق القمح على الاستفادة من الارتفاع الجديد في أسعار الأسمد الكيميائية والمواكبة بزيادة في الانتاج خاصة في وحدة جابس حيث سيانا في مراحلها الأخيرة ترجمة نانسي قنقر